ضيف الماتينال هو سي عماد مماشا مدير اقليم الامن الوطني بن عروس عماد مماشا صباح الخير ويومك سعيد وأهلا بك في الأسجور صباح الفل صباح الورد خليني نبدأ معك بكل الحاجة الباهية اللي هي يوم سعيد يوم جديد اللي تربينا فيها ذيكا اذكرني بالوالد الله يرحمها الله يرحمها عبق الصباح كيفاش تبدأ تحضرنا في القهوة كيفاش بابا محمد طيب مماشا زادة كيف كيف كي يبدأ خارج مش يخدم في الأمن اي اهو كذلك اشتغل في سلك الأمن اي اشتغل في سلك الأمن نعم وحببنا في الأمن نعم ونوجه له تحية من هنا على الإذاعة الوطنية مرحبا بيك سعماد وتحية لوالدك وربي فضله بش نحكيه معاك على الشبكات اللي تقوم بترويج المخدرات ببلادنا طبعا المخدرات يعني من السموم المضرة بالمجتمع وخاصة بالشباب فما برش عصبات قاعدة ترويج في المخدرات وتبيع حتى للشباب الولاد الصغار أمام المدارس والمعاهد انتوما كاقليم الأمن الوطني في بنعروس ويعني كوزار الداخلية بصفة عامة تكافحوا في هذه المادة السامية السامة عفوا يعني العبء ثقيل يا بدوليا شوف سيلاحبيب انتو نعرف فما حاجة بش تخدم عليه لكن خليني نبدالك أفونجو كما نقوله حاجة حاجة شبابة برشة هكا اي فما إنسان عزيز علينا برشة وتوى المفيد قولي انت شكونوا يقول اعطي وقتا للعمل اي فهو سر نجاحك اي واعطي وقتا للفكر فهو مصدر قوتك ومعرفتك واعطي وقتا لله فهو ضمان الاستقرارك الروحي واطمئنانك النفسي شكوه نظر سيلاحبيب قيل هذي الشعار عنا في برنامج هو بسعيد وهذاك عليش الشعار هذاك كما قياداتنا الامنية من السيد وزير الداخلية السيد كاتب دولة الامن واحنا في تفاعل مباشرين معاه السيد مدير عام الوطني السيد ده المديرين العامين منهم المدير العام زادة لمن عمومي نعم العمل عبادة كنقوله العمل عبادة اللي هو باش ندخل مباشرة في موضوع هالعصابات والماريقين على القانون كان في الامكان بعد اذنك اني نعطي احصائيات وهي احصائيات عن الادارة الفرعية لمكفحة المخدرات بدارة شرطة عادلية عريق يعني الجهاز هذك نعم عدد القضايا في الثمانية اشهر الاولى من سنة 2024 سيد الحبيب 7679 قضية نعم مخدرات 7679 عدد المورطين شوف العدد الكبير 14,063 عدد الموقفين في القضايا هذه المخدرات 12,082 مارق على القانون بالنسبة للكميات الله غالب رب شعطيك يعني اذكرت المورطين في المخدرات ثم اذكرت عدد الموقفين بمعنى انه فما ناس في حل تفرار لا مش حل تفرار فما نقوله نسبة صغيرة في حل تفرار لكن البقية لم يتورطوا في الموضوع برمته نعم نعطيك الكميات ونعرف سيلاحبيب فاحنا في الصرح هذا لذاعة الوطنية الكميات نتعلقنا بالهندي عنا 1020 كيلوغرام يعني بريسك 10,000 كيلوغرام اقراص صنف او ب نحكي على الحبوب هذه كتاة الهلوسة نعم 497,000 قرص شدتها الوحدات الامنية للامن الوطني في كامل انحال جمهورية بطبيعة يعني قلتك واحدات الامن الوطني كلها والاحصائيات عليش بتلك لدارة فرعية لمكفحة المخدرات خاطر هي السنترال اللي في الاخر بالكل تعطي الاحصائيات الدقيقة نعم ما هوش كل واحد يخدم واحده 497,000 قرص 497,000 قرص بالنسبة لمدة الكوكاين عنا 25,589 جرام يعني براس 25 كيلو الهروين 961 جرام هذه الضبطيات منتع الوزارة الداخلية على اقل لدارة العامة للامن الوطني بالنسبة للمحتفظين به يعني الاحصائيات برد اذكرت انواع المخدرات هذه اي اناهي اخترها على الصحة مثلا والله كلهم خطيرين كلهم خطيرين مدام حاجة مهيش طبيعية وحاجة تذهب العقل وحاجة بيش تمس الوعي نتع البشر صحيح ميش بيش تكون سيد الحبيب حاجة صحيح ويودي هلوس مثلا بطبيعة هي كلها تعطيك حاجة مش طبيعية ويقدي انه معادش يكون عنده وعي بطبيعة ويقوم بأي عمل اجرامي والله سيد الحبيب ويقوم بالعنف ويعمل كل شي سيد الحبيب هذه راوبة خلاف انه اللاوعي والعنف والاجرام هي نضرة لصحته هو او بش نجوهم بعد بطبيعة او بش نجوهم اي تهننا نعم ماكعطيتنا الوقت احنا كوزارة الداخلية بش نوضحه والمستمع انتعنا يسمع لازموا يسمع بالقداء بش نحكو على مقاربة امنية برك بش نحكو حتى على مقاربة شاملة نعم بالنسبة المحتفظ بهم جنسياتهم خطر بيه لازم نعرف الجنسيات عالش نحكو على شبكة دولية عشنا تكلموا على شبكة يعني خاصة لانهم يكونوا تونسا يتعاملوا مع اطراف اخرى من بلدان اخرى الجنسيات عشرة الاف وثلاثين من الموقوفين نظومة تونسيين اي عنا بلاء مية وثلاثة وثلاثين جنسيات مغاربية مغاربية اي وصلتاش من دول اوروبية صلتاش من موقوف من دول اوروبية اخرى بش تعرفها عابرة للحدود عشنا تكلموا يا سيلاحبيب على حاجة في في تمس في لطاق محلي يا رحم مولديك بعد اذنك سيد احبيب خل نعطوا لكل ذي حقا حق اللي هي بش نتكلموا عن نجاحات الامنية وتونجون بعض المشاكل والعراقية تفضل قبل النجاحات الامنية ما فمشك في هذا وان شاء الله تكون متوفرة الامكانية اللازمة بش تتصدى وكما يجب لهذه العصابات من اين تأتي المخدرات المخدرات كما قلت لك هي عابرة للحدود احنا لنا منتجين يعني عنا انتاج في تونس لا احنا مش منتجين يا سيلاحبيب لسنا منتجين يعني ما نعنوش الانتاج عنا وإن كذا قبل نتذكر فمش كوني يزرع في حفرة في بير ولا ما عشنون يعني قبل يعني قبل وقتيا سيلاحبيب باعتين يقبل وقتياش بش نعرف هذا احنا من نزرعوش سيلاحبيب احنا من نزرعوش لعنا الزراعات فمش كوني يزرع في محبس يا انا قلت واحد بس الله يظهر لي سيلاحبيب شخصي مانيش نحكو على ترويج فهمت سيلاحبيب ولا الزراع في محبس لنطلعوه تهن والحمد لله في المقاربة الشاملة المواطن بيدو شاريك في الأمن وانت تعرف سيلاحبيب بخبرتك وخاصة انت ماشاء الله عليك وقت تولدت العبدالله يا سيلاحبيب انت ماشاء الله تخدم في ذاعة المستير عام 81 صوف الزمن الجميل ماو هكا ولاه صحيح يا رحم والديك هذك عليش احنا قاعدين نحكو طوى توسكي علم قاعدين نتبعو في كل شيء بالديتايل بالديتايل والمقاربة الشاملة كما قلت لك ولينا نحكو على المواطن هو الشريك في الأمن شريك في الأمن يعني ما عادش نحكو الأمن ما هوش مجهود كان مؤسس الأمني المواطن بيدو يعني فهمت تعاون يعني ماهمش قسرين المواطنين يعلموا بطبيع لا احنا اخر قضية اللي في المنزة بدايتها بداية الخيط يعني مش هو عطان الشبكة بداية الخيط مواطن صالح شاف حاجة معينة أعلم عليها فطنت ونزيد نعاود مش قاعد نحكي كيف كيف زاد علش قتلك أنا هي موضوع يجيب موضوع النجاحات الأمنية انتعنا فهم خدمة استخباراتية واستعلماتي اكيد وفي نفس الوقت فهم مواطنين صالحين تعلمنا اي خاطر راوى ذيك السموم شوف سي الحبيب ما نيش بش نحكو بلغة خشبية احنا السموم هذيك راني نخاف عن صغاري وتخاف على حفادك ونخاف والناس كل علاك الصغيرات انتعنا اي تفضل سي عماد مماشا المخدرات تدخل من الحدود بطبيعة انتي فكرت البلدان المغاربية تدخل من السواحل كذلك بطبيعة هي ها بش نعطيك سي الحبيب هم حشتين وتدخل عبر معبر مطارات هي ها بش نعطيك بالضبط هي من شيرتين معينين فهم المعبر الشرعية اللي قاعدة تخدم فيها اللي دارة العامة لحدود لجانب سواء امن وطني ولا حرص وطني يعني عما بيدهم زادة عندهم معابر معانا في النقاط المتقدمة وتحية لكل واحد فيهم يسمع الإضاءة الوطنية وفي كل شبر من الجمهورية التونسية خاطر اللي موجود طوى في راس جدير ولا اللي موجود في بنزارة ولا اللي موجود في الحدود الغربية قاعد يخدم في خدمة كبيرة يحقق الامن والامان والامن مكتعرف ومذكور حتى في القرآن يعني بالنسبة لي نحنا تحية شكر لهم هي منين قاعدة تجي على حسب الضبطيات اللي عمناها وعننا بحوث قاعدة تخدم ومحاضر عدلية بالتنسيق مع النيابة العمومية شو يعطي سلاحبيب يعطي على أساس أنهم فهمة ناس تتحدى قوانين الدولة وتنجم تجيبها في مسالك عادي يعني يدخل من المطار ومطاراتنا ما شاء الله عليهم زادة تحية لخيانة رؤساء المحافظات في الجمهورية التونسية ولا الموانئ وضبطية من الضبطيات اللي بش نعطي لك عليها سيلاحبيب بعد ذلك بش نعطي كل واحد ذي حقا حقه اللي هي فهمة موضوع صار اللي على أساس أنهم كالسيارات جتنا من دولة أوروبية السيارات اللي بش تتباعا بعد في تونس محملة بكمية كبيرة أنت عمو خدرات بش نعطيك بالضبط الضبطية قدش فهم اللي هي وطبعا يبتكروا أفكار بش يخبيوا المخادرات في المطار وفي تي هاش قلت لك هي كراها بطبيعة من نجمش نعطي ماك تعرف ما نعطوش النوع بش من نشاهروش بها ولا نعملو لها إشهار مجاني في محافظات شرط الحدود لموانئة تونس تم تفتيش السيارات الموردة بواسطة ناب مختص خليني يقول الناب مختص خطر منعنا في باردو لأرواح الأمنيين وأرواح أكس سياحنا ونفس الشي النابه ذاك كان جاءة توا عاقل يعرفني نشكر فيه في الإذاعة الوطنية اللي هو شد بالضبط 400 كيلو كيلو جرام من الزطلة 400 كيلو جرام من الزطلة لو كنقولوا 400 شوف كوين كانت ماشية السموم هذيك بش تدخل لشباب تونس أسمع لما تنجح بعض العصابات في إدخال وترويج المخدرات معناها تربح برشة أموالة هي في الحرام بطبيعة هي في الحرام بطبيعة هتقول لرب يا ذاك علش مش نبار كلهم اللي بيش يخدموا في الخدمة ذيك خطر وفما ليبنيوا ديار ويعملوا كراهب وكذا لا عد ما تعرف زادة الحبيب كان أنا بش نشرع على حكاية ذيك ما معنى بش نقول لك رأنا نعرفوهم بنو قصور وبنو فيليت هكيك نشرعنا لا ونحن نغزر لا لا فما لدارة إدارة الشرطة العدلية بالمرصاد بالمتشعب انتاحا للمواضيع طبيض الأموال خطرها كل شيء مش سيء ما كتعرف توسيل حبيب بقانون الإرهاب بقانون زادة طبيض الأموال فمااش واحد فجأة يكون فقير يصبح غني والفقير ما كتعرف هذي كان في المسلسلات ولا في الأفلام معينين أما هو من فقير ولا يلبس عليه لازم يعطينا بالضبط فما برشة فقراء نشحوا وعملوا مشاريع وكونوا وقراء وتدبروا الأمر في تجارتهم وكذا سيلا حبيب حاجة مشروعة أما انتك حكيت لقلت لي عملوا الفيديات كان عنتك مبعد السين يقول لي فهمت سيلا حبيب علش بعدفنك سيلا حبيب الضبطيات هذية كما عطيتك الموضوع هذا كيف كيف خطر آخر مرة كي النجاح انتع منطقة المنزة ومدام روضة رئيسة المنطقة غادي نشحوا ولادنا في بن عروس يعطيهم الصحة منطقة بن عروس خدموا خدمة كبيرة برشة ونزيد نعاود انها بداية الخيط مواطن والضبطية لعلمك انت هاو الكتاب اذا رام بعد باش تطلع عليه انت سيلا حبيب ما تعرف وهذا رام وافق عليه القيادة العليا انتعنا على اساس انه فمش حتى حاجة اعتباطية كل شي مدروس وكل شي في خدمة كبيرة شوف سيلا حبيب هذي حجز منطقة الامن وطن بن عروس اللي هي تابع عقليم الامن وطن بن عروس حجزه 300 جرام كوكاين 20 جرام هيروين 130 جرام مغدر الكستازي يعني موجودين مرحيين 142 قرص مخدر الكستازي 150 قرص مخدر اريكا و25 جرام مخدر كنب هم بسيلا حبيب كيفاش نعود نقرالك نعود نقرالك باش لا لا حبيتك ذكرك لهذه الأنواع كانك تتكلم بالصيني قدامي واضح سيلا حبيب نعود نحكي لك هما هكاكنا عمنا في بلستي لها نحب الشباب يعرف احنا هذية الضبطيات اللي صارت مساجسي لحبيب باش نتفاعل معاك هات السؤال اللي بعده هني معاك السؤال اللي بعده مدامك انتي مدير اقليم الوطني ببن عروس هل هل جهة بن عروس هي اكثر الأماكن فيها رواج للمخدرات هكاك هذية كلام اسمعته مرات يعني هو ما شاء الله لنا التونسي بسيفة عامة يحكي برش في حكايات معينين اي انا نحكي ديما ضبطيات ودراسات واحصائيات اي ما معنا اشتقول هب شنقول لك عاد تحية الساعة لقليم بن عروس اكيد موظفين انتعو مواطنين وزادة ناس الكم تحية من حمام لنف خلينا عاد سلاحبي اي من حمام لنف منطقة حمام لنف ومتساكنها خلينا على قل دي دي كاس هذا المرجع النظر اللي شاد ونمشو الميجرين من غادي زادة ولادنا الباهين اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة والمواطنين زادة في ميجرين اللي هم توا تفاعلاتهم خطرحنا قاعدين نخدموا في رصد التفاعلات تعالى المواطنين الخدمة اللي قاعدة تخدم سواء من سابق ان يعطيه الصحة السيد العميد دي كان من سابق اني كمدير قليم او احنا توا موجودين مخذين المشعل كذلك منطقة المروجات ومنطقة بن عروس شوف كي بيش تقول لي راي البلاسة هذيك معروفة بالمخدرات احنا بمشية الله بالمرصاد لهم والحمد لله الضبطيات خطرحنا شنونا عملو فما تقييم ثلاثي ميش سايب الدنيا راه وفما دراسة جدوى يعدي نخدموا به كنوصل للضبطيات هذية وشدين برشا موقوفين وبرشا مخدرات ومنعنا البلاد على قل كل حبة هذيك كانت كما تحكي انت سيلحبيب ماشية تذر تذر صحيا والرياكسيون والتفاعل انت على السيد سلبي بش عملنا بركاج بش عملنا ناترة بش عملنا مشكل بش يغلط مع المربي انتاعه بش يغلط مع ابوه وعلى امه علش كثرة هي حكاية العقوق صحيح يزي ما فهماش علش عقوق وجراءم وسرقات وبركاجات يا رحم وليك هذيك عليه سيلحبيب ما نقولوش بلاسة مختصة على بلاسة خاطر كما قلت لك احنا مش منتجين لكن مسالك التوزيع قاعدين ندخلوا وقاعدين نهكب شوية بشوية نجفوا في المنابع انتاع المخدرات اللي هي عابرة قاعدة تمشي وقاعدة تستهلك شكوم في تونس اللي هي واحنا قاعد يشدو فيه سعماد مماشا مدير اقليم الامن الوطني في بن عروس قداش تقريب نسبة اللي يتوردو عندهم ادمان يعني والادماني واللي حالة مرضية يطلب علاج طبي منتظم باش يخرجوا من الازمة انتاحهم شفت سيلحبيب قبيلة قاعد نحكي نوعيك حتى في اللوف فما مقاربة شاملة انا باش نجيك مزنف المقاربة الامنية باش متقولش السيد جاي يبعدوا على المسئولي على وزارة داخلية لا احنا مسئولين على امن المواطن وصحته وسكينته وكل شي جيوست باش نعطيك سيلحبيب اجابة على سؤال هذا اما قبل لباش نجاوبك عليه فما موضوع انواع المخدرات هاني باش نحكي بلوغة مش صينية كما قلت لين تكبيل باي انواع المخدرات بوسط المدرسي شنوع عنا المخدرات اللي هي ديستينيو وتحية ديما شكر لولاد اللي دارف عليه مكفحة المخدرات عنا توسكي الزطل هاي مش نحكي باللغة اللي تتفهم الناس كل هي وقلنا بالهند يا رب العربية اي اما احنا نقوله الزطل وعندك الاقراس المخدرة اي اللي هي القافة علاش سهلة تتخبى والسيد مسكيني بلبع يحطها في فمه تعملك الدنيا اللي هو يحسيبها نشوة لكن مضرة اللي هو وهو صغير ما يعرفش حد شي خلي يعيش الواقع يحط صغيره في الارض يقرع على روحه يرضي والديه يولي يرديك حمار الله يا سيلاحبيب كان جربتها تقول نقوله كناك بش نقوله كما أنا ما جربتش جوستلي كنت خاطر مضرتها اكثر منفعتها لو جت تنفع رأو الله اتشرعت انا هي هي مضرة كيف كيف زادة سيلاحبيب عطيتك بالوساط المدرس اللي هم ولادنا اللي هو جيل الغدي سيلاحبيب راك انت تفاعل يجيل بهي ورب يطول في عمرك الله يرحم خوك حاجة بالحق الله يرحمه ونعمه سيسالح صحيح ولا وعندك سيناجيب الخطاب الله يرحمه ونعمه كانت كلمته شبابة ياسر ما رضاء الله الا برضاء الولد صحيح ولا صحيح أسسنا أخلاق وان شاء الله نحافظ عليها وعلى شكتلك حتى في الأوفيس يا سيلاحبيب كيتكلمنا شكتلك أنا نحكو على أزمة أخلاق وان شاء الله تفضل وان شاء الله سي عماد اللي يتورطوا أو البعض اللي يتورطوا في ترويج واستهلاك هذه الآفة خاصة الاستهلاك أنهم يبروا يتعالشوا ويكون فما تعامل معهم بشي من الرفق باش يعودوا إلى حالتهم الطبيعية أطراف عديدة يا رحمه الدولة الداخلية أحنا نوقفوا والعائلة كذلك أحنا نقوم بشي من الرفق أحنا نقوم بشي من الرفق لكن يجب أن نقوم بشي من الرفق لا يمكن أن نقوم بشي من الرفق حتى تحدي أما شيئا اللون بالنسبة لي لدينا لدينا صنطر واحد معالجة الإدمان يحب ذا أنه وزارة الصحة بمقاربات أخرى يكثروا لصنطر خاطر ما دام الفلو يعني طيار هذا عن المخدرات لا نقولوا شيئا كبيرة لا نقولوا شيئا شوية يجب أن يمشوا وزادة كيف كيف بخلاف المقارب الأمنية نحكو زادة على وزارات أخرى تكون مشاركة معنا بعد ذلك سي الأحبيب هاي المضاعفات الخطيرة للإدمان خلي يسمعوا لنا الحق أنه أنا بحثك أمني نعطيك أش نعانو في الظواهر اللي موجودة نعم شد عندي من غير مقدمات مع فخ فيب عشرة الجنار تكلم عشيرك أربع أيام كمليم تسويها؟ كل يوم معلي كنت كومبوزي نجمة مية وسبعة جايز بش تكتب يفخ فيب في كلمتين مع فخ فيب عشرة تكلموا ما تحسبهيش إشهار التونسي كريم قلبه كبير كيف يحلك الباب شرعلك قلبه معه يتبسملك يفرح بيك ومو شمزيه التبسيم الزينة واجب لمحبة علينا ابتداء من شهر نوفمبر بش تنطلق عملية التعداد السكاني الفين وهاب وعشرين ماذا بينا كنت جاوبوا مع أعوان التعداد ونساهلوا عليهم الخدمة وزارة الاقتصاد والتخطيط المعهد الوطني للإحصاء خلي في بالك تعداد بلادك ضيفنا إذن سعيماد مماشا مدير إقليم الأمن الوطني ببن عروس وحديثنا عن المخدرات التفاشي انتاحها وكيفية الوقوف والصد حتى يرتدع من يقوم بالترويج والاستهلاك كذلك سعيماد احنا مدام اللي هنا وعندكم نسبة مشاهدة واستماع كبيرة برش باش نحكو على المضاعفات الخطيرة للإدمان والمخدرات فما مضاعفات صحية ونفسية اللي هي تسمم دماغي فقدان وظائف الدماغ تاكلك تاكلك الدماغ انتاع البشر أمراض القلب والكبد والسرطان وكيف كيف تنجم نوصله حتى ماكتعرف الزرارق من واحد الواحد مشاكل اجتماعية عنف فقدان مأوى وجريمة اللي حكيت عليها سيلاحبيب من كبيلة ومشاكل مالية العنف على المستوى العائلي العائلي والبرة لا إذا بدأ بالعائلة هو يظلم أبناءه ويظلم مرته ويظلم أخته وعائلته وابوهم وكل شيء وزيد كيف كيف مشاكل مالية خطر مين مش تشري انت لازمك الفلوس صحيح والله صحيح الفلوس هذيكه باش خوية انت توليته هو فهم حتى شكون في الكحول ما نوصلوش المخدرات يمشي يشرب وما يعطيش المصروف اللي تطلبوا عائلته زوجته وأبناءه نرجع ونحكو على الأخلاق علش قتلك أنا والقيم باش يعرفوا كيف تكتشف هذه بدراسات وزارة الداخلية كيف تكتشف وجود مدمن في بيتك تقريبا عندكش أرقام اللي تأدي يعني بعض الحالات تعاطي المخدرات قيامهم هذما بعملية جرامية بطبيعة احنا مبعد كل عملية ولا حاجة فما تحليل تصير نلقو لكثارية متعاطين المخدرات صحيح فما مشكل كذلك الترويج في المحيط المدرسي يعني قدام المدارس والمعاهد في صفوف التلاميذ والطلبة أيضا هذا أمر معناها لا يخفى على الجميع هو لا يخفى على الجميع ماذا يبايا الجميع عظم يطلبون فهمني سيلاحبيب ولا انت ماشاء الله لي قلت لا يخفى على الجميع الجميع ماذا يتعلم لا يمكنك الفحص نتعدى يوميا قدام معهد نشوف بعض حالات التسيب وعنف وكلام زيت تعلام ذا وكذا قد يكون واحد منهم حربش سيلاحبيب سيلاحبيب كيف نعمل قبل كانت في مقاعات مراجعة يا رحمه ديك نشوفهم توا فهمة مشاكل أخرى مشاكل كلها نسوقوها الوزارة الداخلية لا أنا مش مبرر لا وانا زادة منشرة ونحكي معك على أساس أنها شفت فهمة خدمة لازمة تخدم متاع وزارات أخرين اللي تحكي عليها ذاكا في قدام الليسي ما كناش نشوفوهم كنا حاشتين يانا دخلوا نقر يانا بدهم مراوحين شدين الثنية للدياردة مواكس الحبيب ولا نعم فهمة مقاربة شامل لماذا قلت لك أنت تتو تحكي على المحيط حتى الليكسيتية ذوكم ما أنا بالنسبة ليانا ما نوجهش أصاب على الاتهان فهمة حتى بعض الناس يعملوا قهوي باحد المعاهد والمدارس باش يجيوهم تلافة كحرفة ويشربوا القهوي ويتكيفوا وكذا أي سيلاحبيب أما ذاكا ما يدخلس مخدرات عنده في قهوة يعرف قاعد يسترزق بالحلال ما يدخلش الحرام فهمني سيلاحبيب أما جيوز كي ما قلت لك احنا لجنة المشتركة ما بين وزارة الداخلية ووزارة التربية ماذا بيس يا سيلاحبيب كل واحد يقوم بالمهام نتاعه وإحنا جاهزين قاعدين منعوا تلمذتنا من السموم نعم الأحكام تراها طبعا مش من المجمولاتك هذه هذه من تتابع العدالة والقضاء يعني معقولة فما قسوة في بعض الأحيان شوف سيلاحبيب ما تورتنيش في حاجة عاك شو محلاك الضحك يا سيلاحبيب شوف ما تورتنيش في حكاية اللي أنا الحكاية ما أنا مش مشرع أنا سلطة تنفيذية اي 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 افهم يا عادي يا سيلاحبيب خلي نكمل على جمعتي احنا سلطة تنفيذية ما نشرعوش لكن ما أهم العقوبات يا سيلاحبيب إلا أنه الجيل انتاعنا هذاك الرجع القيم والأخلاق والوطنية ما يبقاش مربوط بنا ببطاق تعريف بركة كيوصل بكالوريا بش عملها فهم لي يرجعوا يتعاقبوا يسجن قداش مدة في السجن ويرجعي هي نسبة العود نسبة العود ماش كبيرة ما عدا اللي ذاق الفلوس تعال ترويش اما فهم لي يتربوا بالحضر لا بطبيعة يتربوا ما يشنوه انت كي نحدلك من حرياتك وحاجة أخرى سيلاحبيب احنا في تماهي مع وزارة العدل إن شاء الله فهم عقوبات بديلة إن شاء الله بش نوصلوا نحكوا على عقوبات بديلة معاش كان السجن فهم عقوبات بديلة خاصة في أول مرة فهم عقوبات بديلة وإن شاء الله يا ربي يسطر بلادنا إن شاء الله سيلاحبيب إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وإن شاء الله الشباب يرتدع ويكون واعي وحساس ويفيد نفسه وعيلته ويفيد بلاده بالدرجة دوركم يا سيلاحبيب دوركم كبير برش ودوركم انتوما أيضا دورنا إحنا قايمين بي دوركم انتم زيدونا حويجة خاطرانة توى علش تقولك باش نعطيك مثالش المستمعين في سياراتهم ولا حتى في البحر ولا حتى راول دباك حتى في الزيليكوبتر انتعنا راولي ضاع الوطنية تمشي فاها فهمني ولا لا بساش ليك أنت كيف تكتشف وجود مدمن في دارك اسمعني هذي دراسة وزارة الداخلية سيلاحبيب بعد اذنك اي اي يزيدني هذي يا بركة نوع دك انو ننسخوا مع بعضنا وترجع الله يبارك لبرنامج يوم ساعد ان شاء الله ربي بقى علينا الستر ان شاء الله بلادنا ديما بخير وربي يطول في عمرك شكرا عماد مماشا مدير اقليم الامر الوطني بن عروس ربي فضلك شكرا 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 شكرا